سلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معانا فيديو جديد زي ما انتم شايفين النهاردة هنعمل مع بعض كده كيس المخدة بالشكل اللي انتم شايفينه ده او ده كيس من اكياس الركنة اللي هي بتبقى في الظهرية من وراء ناس كتير بتبقى حبة الفكرة ومش عارفة تعملها في البيت ازاي فانا هوريها لكم النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة بما انكم قلتولي اي حاجة ياسوما اعمليها معانا فيديو علشان نستفيد فهنبدأ كده باسم الله معايا طبعا القماشة بتاعتي هي قماشة قطيفة وانا عندي هنا كده الكيس القديم اللي هعمل عليه الكسوة اا لو ما عنديكيش الكيس القديم دوت هتجيبي المقاس بالزبط بتاع المخدة اللي انت عايزاه وهتزودي من كل جنب اا يعني من نص سنتي لسنتي لو انت متمكنة يعني اا نص سنتي لو مش قوي زودي سنتي من كل جنب علشان التانيات طيب انا علشان اعمل الخطوط اللي هي اللي موجودة دي يا سوما هعملها ازاي بصوا يا جماعة فلنفرض مثلا الخدادية بتاعتي دي اا مقاسها اربعين في اربعين فانا علشان خاطر التانيات من الجناب هزود اتنين سنتي واثنين سنتي هتبقى اتنين واربعين في اتنين واربعين تمام طيب انا عايزة اعمل التانيات دي بقى هتعدي التانيات بتاعتك انت مثلا عايزة اربع اربع خطوط ماشي الخطوط دي اربع خطوط فانا هعمل ايه هزود ربع سانتي لكل خط فبالتالي هيبقى سانتي واحد زيادة من كل جنب يعني من الجنب اللي هو العريض هو طبعا بتبقى مربعة فهزود سانتي من الطول و سانتي من العرض طيب هبتدي اعمل ايه هاخد خط كده يقسم القطع المربعة بتاعتي مسلسين زي ما انتوا شايفين وهستخدم بقى المتر او المسطرة وعشرة سانتي بقى من كل يعني ايه من فوقيها كده زي ما انتوا شايفين هعلم عشرة سانتي علشان اعمل الخط اللي فوقيه ما بين الخط والخط عشرة سانتي يا جماعة يارب بكون عارفة فتكو هي الصورة طبعا موضحة اهو عشرة سانتي ما بين كل خط وخط تعملي علامات علشان خاطر تكون الدنيا مزبوطة انا بعمل اهوة يا دوبك نقط كده وبامشي على النقط دي علشان اشد السطر كامل اهو عشرة سانتي وهجيب المسطرة واوصل كل الخطوط ببعض بقت معايا كل الخطوط متساوية اهو بالشكل ده فكده معايا كل خط ما بينه وما بين الخط التاني عشرة سانتي طبعا على حسب عدد الخطوط بتزودي ربع سانتي في كل خط يا جماعة هبتدي ان انا اجي كده وهجيب المكانة بتاعتي وهامشي على القطعة بتاعة القماش حاجة بسيطة جدا زي ما انتو شايفين كده يعني حاجة يعني هفوة كده هو ده بالضبط الربع سانتي اللي احنا سبناه من الجناب هقفل بقى وهامشي على الخط بالضبط هامشي على الخط اللي انا عملته خلاص اول علامة يا جماعة اهي شايفين عملت معايا اول خط اهو هبتدي بقى ااخد الخطوط اللي بعدها واحدة واحدة فهنقول من تاني الشلطة بتاعتك لو مقاستها 40 ف40 هتزودي اتنين سانتي اه طول واتنين سانتي عرض علشان خاطر التأفيل بتاع الخط من الجناب والسسطة طبعا طيب انا لو عايز اعمل الخطوط دي هزود على الاتنين واربعين ربع سانتي ربع سانتي من كل جنبي يعني انا لو هعمل في الطول اربع خطوط وفي العرض اربع خطوط هيبقى هزود سانتي وسانتي تمام كده الموضوع سهل وبسيطة هو هقفل بقى باقي الخطوط كلها بنفس الطريقة انا بمشي يا جماعة على حاجة كده بسيطة جدا يعني بقفل الخطين على بعض وبمشي كده بالمكانة على قماشة يعني صغيرة جدا هتعملك الشكل البارس ده البرة والموضوع سهل وبسيط ومش محتاج تكاليف برة لو طبعا متوفر عندك المكانة في البيت هتقدري تعملي الموضوع بكل سهولة طبعا المكانة دي عشان الناس اللي هتسألني وعمل لنا ريفيو عنها انا اصلا عامل ريفيو عنها بسعرها بكل حاجة يا جماعة في فيديوهات موجودة في القناة فهتلاقوها وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليم وسبت وكمان في صندوق الوصف سواء سعرها سواء جبتها امتى سواء كل حاجة هتلاقوها موجودة طيب علشان اعمل بقى الخطوط العكسية يا جماعة هقسم الخط بالعكس يعني انا عملت كده اسمت القماشة في الاول بالطول كده هبتدي ان انا اجيب خط كده بالعرض يقسم كل الخطوط اللي احنا عملناها وبرضو هجيب المسطرة وهعلم علامات ما بين كل خط يعني هقف عند الخط مثلا وهعلم علامات عشرة سنتي عشرة سنتي اهو بالشكل ده ممكن طبعا تعمليها من البداية يعني تعملي الخطوط ده ديت عكس بعض اكسات كده من البداية بس بصراحة انا بحب اعمل الخطوط الاول اللي هي الاساسية وبعد كده اعمل نقط كده اهو بالشكل ده وامشي بقى ايه الموضوع بيبقى سهل عشرة سنتي عشرة سنتي ما بين كل خط والتاني وتبتدي ان انت توصليهم بألم يكون باين او بحطة صابونة تكون نشفة او اي حاجة يعني او تبشيرة اي حاجة يعني وبعد كده تمشي بها على المكنة بتخلص بقى وبتبقى بالمنظر السهل ده يارب اكون عرفت اوصل لكو بس المعلومة بكل سهولة كده الموضوع سهل وبسيط جدا جبت كده القماشة بقى بتاعتي وهجيب القماشة اللي هي بتاعت الظهر وهعمل ايه هخلي وشهم في وش بعض يا جماعة اهو طبعا احنا سايبين سنتي من كل جنب علشان عاملين حسابنا على التانيات وهي طبعا اه التانيات والسستة هبتدي بقى اقفل الجناب تلت جناب وهسيب جنب واحد علشان خطر السستة بس اول حاجة هقفل الجنب اللي هو آآ لتحت يعني آآ هيبقى في وش بالزبط الآآ الثستة الجنب اللي في وش السستة هقفله كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده وهقوم جايبة السستة بتاعتي بقى بعد ما قفلناه خلاص كده طبعا لو في حاجة كده تزبطيها طبعا اي زيادات عايزة تشيليها بقى بالمقص واسقصي اهو يا جماعة كده خلاص تانينا الجزء ده هنيجي بقى الجزء اللي هيتركب في السستة طبعا هتجيب سستة لايقى او تكون لونها مقارب او زي اللون بتاع الشلتة بتاعتك طيب هعمل اي دلوقتي هحط السستة كده هو وهحط وش السستة على وش الشلتة بس هجيب الطرف اليمين منها الطرف اليمين من السستة اهو زي ما انتم شايفين وش السستة لازق بالزبط في وش الشلتة وهبتدي ان انا خيط من الجزء اليمين والجزء الشمال لسه ما تخيطش هخيط كده وهقص الباقي بتاع السستة اللي انا مش محتاجاه اهو يا جماعة شايفين هقلب بقى الناحية التانية وهجيب الوش التاني من الكسوة من الكيس اهو بالشكل ده بصوا طيب هقلبوا بقى على الظهر وهجيب كده البتاع دوت برضو السستة هتبقى في اهو الاتنين الطرفين على بعض والوشين في بعض الوشين في وش بعض والضهر على بعض وكده وهامش عليهم برضو من الناحية دي كده على المكانة برضو بنفس الطريقة الموضوع سهل وبسيط يهو حطينا وش السستة في وش السستة لما قلبناها الناحية التانية بقت الخدادية كلها على الظهر او كيس الشلتة او الخدادية على الظهر وهامشي كده بصوا بقى بمنتهى السهولة كده السستة تركبت معاك بدون تعب وبدون بقى اي بصوحة الكلام كتير يعني بكل سهولة وبكل بساطة في ثواني كده وانت قاعدة في البيت تقدري تعملي كسوة وتغيري وتجددي كده من فرش بيتك بدون بقى ايه مبالغ مبالغ فيها يعني اهو كده السستة تركبت فاضل بس الجرار بتاعها اهو شايفين شكلها عمل ازاي والتقفيل بتاعها توحفى ازاي هفتح كده طرف كده من الكيس من السستة وهدخل بقى في الجرار طبعا طريقته سهلة بتدخلي اول جزئيتين من فوق وتشدي كده على تحت بيروح داخل وشابط كده وبيبقى زي الفل بعد كده هقفل الجنبين بقى هقفل الجنبين بكل سهولة وبكل بساطة وكده تكون الكسوة بتاعتي اه خلصت الجنبين برضو همشي بيهم على المكنة خلاص كده كيس الخدادية او كيس الشلتة او ايا يكن خلص بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده انا طبعا حطيت فيه المخدة بتاعته اهو شايفين السهولة بقى والبساطة والجمال بقى والشياكة بتاعت الشكل بس يا جماعة هي دي الفكرة اللي انا حبيت ان انا اوريها لكم النهاردة لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم حلوة تقول لي ايه رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة وان كنتوا استفدتم منه او لا اه واخر حاجة اقولها لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة